بالفازلين اختي والملحة غادي تهني من شي حاجة اسميتها الشعر الزائد نهائيا وليل ابد الوصفة المعجزة ان شاء الله اللي غتخليك قرعة ما فيك كتاشي زغبة فوصفة سهلة اقتصادية ومكونات اللي يموجودة في كل بيت وفي كل منزل والنتيجة فورية يعني سريعة المفعول ما شاء الله عليها فانتمنتنا للرداء ديالكم وتقولونا في الكامنتا كيف حاجتكم لغوصات ديالفازلين والملحة لإزالة الشعر الزائد وليمنع نمو الشعر الزائد كذلك فابتدأنا من اليوم وودعي ليش حاجة اسميتها لاسيغ وودعي ليش حاجة اسميتها الشفرة آلة الحلاقة اللي باومات ديال 5 دقائق كل واحدة وشنو كدير ولكن المشاكيل كنا فيها والهم كنا فيه لانو فاش كان بقاو نزولو مثلا شعر الزائد بلاسيغ لابو كتولي مهرهرة كتولي محرحرة كيبلو تراهولات كيبلو تجايد نهيكتين عني البنات اللي كيديرو ذاك الشفرة يعني كيما كان قولولو احنا يا زوزوارة ولا كيما كان قولو مكينة الحسانة فاختي هاديك مكينة الحسانة ومنيك تبقى كل مرة تكرطي 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 رالابو كتولي كحلة وكيلي كتنود فيها الحبوب فهدش احنا كون البنات تنعرفوه خصوصا المراهقات لانو كيبقى وتميكرطو كل سيمانة كلها ينهار اختي را غتزرق المنطقة ديالك وغاي ولي ما غتبقيش كتدوي غاي تحي دي الشعر غتبلي كتدحي دي الشعر وكتتقلبي على شي حل طبيعي ديبي اللي بغتي انتم ديالك فحادري غزالتي ولكشالة اليوم غان بغتاجي معاكم الوصفة اللي منع انو مو بلوس لإزالة ديال الشعر بوصفة طبيعية اقتصادية في المكان الشعرين في وجهك في الدوفة فوق الشفاية في تحت بيطانك الرجلي اللي دين في مكان هذك الشعر غدين نتفون ان شاء الله وما بقاش عاودين وديني هاد لغوصات بادي اللازا كي ما كنعرفون اللازا غزوين ولكي الحسس دياله طبيعي الحالك تبقى غالية كل حسة وكل بغتي وتمان ديالك اللي كدير 1000 درام كي اللي كدير 2000 درام فلغا نقول لك أخسيمة كي لألف لألفين اليومان وصفة بادي اللازا اقتصادية بالملح والفازلين تبعوا معنا الخطوات ولكن بليز ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم الله يصير أمركم والله يحفظ لكم كل من هو عزيز وغالي على قلبكم واشتركوا اختيف القناة فعلوا زي الجرس وخلوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو الموضوع اللي تبغوني نبغتاجي معاكم أي موضوع تبغوني نشاركو معاكم فأنا رأى الإشارة حاضرة ناضرة باش نبغتاجي معاكم أي حاجة حبيتوا وابغيتوا وعلى بركة الله ندوزو المكونات وطريقة التحضير فأول حاجة غنحتاجه هنا الفازلين وهنا الفازلين عندي هادة السعودية لكي تجي فيه 50 أمل هذا الحكييك الصغور وكي الحكييك الكبير كي يدير 30 درهم هذا كي يدير غير 15 وهذا 30 دوبل هادة في 50 وهذا في 100 أمل هادة السعودية معروفة زوينة وفعالة صراحة عندها مدغول ولكننا بغتاجي معاكم بعض الأنواع الآخرين اللي التمنديل هم كي يبقى حتى هم مناسب وديرين غير ميادرية لأنه مشي في كل شي مقطورته يمشي يجي بفازلين ب30 درهم ولا ب15 درهم فكل عدال بيجي محدود والميزانيته هادة النوعية هادة والبنات كي يديرو غير خمسة درهم في حال هادة كي تجيب الفانيلا هادة كي تجيب الارغان هادة كي تجيب شفاح هادة كي تجيب الحامض فهذا الأنواع كي تجيب الورد كي تجيب الخزابة مهم اين كتحت لكم على البال كي ينوم موجود عب جميع النكات غير هو هادة هادة البنات كي موقت لكم غير ميادرية ورما كي يصلحو غير بحال هادة لغوست كيصلحو الشافتين خصوصا فهذا وقت البرد كي ينشفو ينطفون الحبوب كيصلحو الليدات الكوعين اللي بغت انتم الليدات صغال مرفيقين رجل الاس يعني هاد ليفاز هاد وثميات ريال دير هم بعين كمغم مضين غات رحميلي بها الوليدي فداب غندو المكوين الاخر وهو الملح وهنا عندي الملح الطعام اي ملح الاكل ملح الطبخ العادي فغادي ناخد داب شوية الملح حالك معلقة ولا معلقة ولا شوفون توم يعني كل وحده يبقى لاختيار وغندير هاد الفازلين هذي لتاية 100 ريال رأي الله خرجتها لبناء هذي تاية زوين عندها ما تقول وضغيكة تمتص هلا بقر قريبة سليلية ما شاء الله بحكم ما كان ستخدمها يعني بشكل كبير قريبة سليلية فأنا غدير غيم معلقة لأن غيم معلقة رأي الله مبارك ركاف يوفيت مبارك ها انتوا مبارك الوصفة الملحة والفازلين ها دابة غير تمنع ماشي كتزول الشعر ها ها أختي ستطلب الوصفة التي تشارك معك دابة التي تزول بها الشعر من الجذور يعني وخي يكون عندك شعر شعر عدد شعر شعر ها حل هاد ملح والفازلين تمنع او ما كتخلي الشعر ينود لك نهائيا يعني وخد تكوني مشعر فهمتوها البنات دابا غندوز معاكم الغوثات اللي غتبداو بها هي اللولة وخدر سليكم أنا في الفيديو هي الثانية ولكنتو ما غتبداو بها هي اللولة عيوض ما تشري دوك لباومات 5 دقائق لكي درو 30 دراماشين درهم الجعبة باش كتزولي الشعر فهدوك البنات راهم وضرين وكلهم دي بخدوشي ميك مواد كيموية خطيرة على الصحة والجسم ديال الانسان فاحسن حاجة هي تصوبي غوثات طبيعية في الدر ديالك كتزوليك الشعر ازاي وبسم الله على بركتي الله هناخد واحد زلافة وشنو غنحتاجو في الوصفة الاولى والالتانية درتاليكم فلاوليدي والكينرا هي اللولة غنحتاجو اول حاجة غزالاتي هي واحد الصشي ديال الخميرة ديال الحلوة اي ماركة انا غندير هادي ولكن را ممكن تخدمي مثلا غيب هادي لانو بزفت بناس كيشوفوني كان ديال ادي بزفت يقول لي حضر عدنا غيه آلزة اختي بحال آلزة بحال ايدي الله يجعل غير صحا والسلام الحمدولي الله فاللي هادنا رازوين يعني الخميرة ماشي بشرق حتى آلزة وإيدي لشي ماركة اخرى مع مناقا سمعنا بي المهم هو الخميرة لانها كتزول الشعر من الجدر فانا عدنا ساشية وانا هادي ايديل كتزول فيها ثمانية كتزيدة واحد قرم على آلزة وغادي نحتاجو ان شاء الله شوية المورد اللي كي في نفس الوقت كيزول الحساسية لابو كيعتالها معان كيعتالها بغيونس وانا هنا دي ما كنستخدم هاد الموهات الورد اللي هي صالحة لتجمل وحميرة العين والحمة والتجاعد هاد الموهات الورد اختيرها تديريها بعوينات كمغمدين راها غزالة وزوي نبسة فقلنا الموهات الورد ساشي وحدة ديال الخميرة ديال الحلويات اي ماركة واي نوعية عندك وكذلك غادي نحتاجو اي معجون الاسنان عندكم في الدار يعني اي معجون الاسنان غادي تخدموا بي فحال انا غادي نخدم معكم بهذا تعلمي سواك را هزوينا لبنات هاد غزال هادا يعني دي ما كان نخدم بالوصفة وكي تعجبني النتيجة دياله كين كذلك بحال هاد الماركة هدي تايزوينا وحال ممارا شاركتها معاكم لانو بزاف المتتبعات يقولوا لي الماركة اللي كتجرب بيهم حاولي تباقتجيهم معانا فعلا رسو العين كين كذلك هادا هاد المسواك هادا را عندي منو جوش تبارك الله هادا كتجي في خمسين فري يالله تقا دوليتهما يبحكم اني كنستهلكم بزاف كين كذلك غزالاتي هادا اللي كيجي بالفاخر شتو هادا كيجي بالفاخر البناز وتامان دياله كيبقى مناسب مقارنة معلي بخيدة بلي كينين في السوق طالعين ديال الماركات الاخرين ديال المعجون الاسنان يعني كيكون بالفاخر ستين درام سبعين درام هادا البناز على تجريبتي على ضمانتي زوين كين هادا تاوي زوين البناز كيفية سنونات كين هادا كيجي فيه ثلاثة لوينات الحمر والزرق والخضر وتهوى غزال عندما يكون البناز وهادا كولغيت او كولغيت هادا غير باللول البيض وخاكي يجو فيها كتشوفو فلومبالاج يالوجة ليكولها ولكن كيجي غي عادي هاد شي اللي كين نعودو بعد المقادر اهل بنات نسيت غنحتاجوا اخر حاجة هي الدقيق الابيض اللي في نفس الوقت كيفتح وكبيض وكيزول الشعر الزائد فنعودو المقادر بالنسبة للوصفة اللي ازالة غنحتاجوا فعصشي دي الخميرة قرعة لماورد معجول اسنان ودقيق ربعات المقادر غنحتاجوهم في الوصفة هادي 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 اللي غنشارك معكم لها غتزولي بها الشعر الزائد بسم الله هاي الصشي هاي الصشي هاي الصشي هاي الصشي وحالك بسيط حتى يكون بسيط سمعته امتعوه صحيط بسيط حسنا كفا ربعات ثم نضيف كمية الدقيق الأبيض نجمع صاشية الخميرة الحلوة ثم نضيف معجون الأسنان هذه الوصفة هي نتيجة الإزالة الشعر لقد اخذتها لكم الحمد لله شارك سمعكم في القناة لكي تجربت كل شيء اختيارها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختيارها اختيارها مستخدمة الوصفة ربقى عندي شوية جارية فزيتها شوية تقايق البيض العادي المخبوزات هل اكيه سوف نزيد 1-2 دقائق 1-2 دقائق 3-3 دقائق 3-4 دقائق 3-4 دقائق 4-5 دقائق 5-5 دقائق 6-6 دقائق سوف نقوم بمعجون للأسناد سوف نقوم بمعجون للأسناد وأنا رمكين كتيرش بالمناسبة بزر مبنكي يقولوا لي شنو الدور دي العنية المعجول لأسنان في الوصفات لك هتشاركي معانا الدور دي العنية المعجول لأسناً لأسنان للبنات هو أنه يخدر المنطقة يعني مني كتخدر لك المنطقة ما كذا فقايش تحسي بالقلم ديال بجال الفرق فاشغات تبديت تفركي باش يزول ذلك شعر أنا هم شرح معاكم خطوة بخطوة لأن كتك يقولون لأسنان سيدي اللي كتتتتتشارلها فيديو لا تتورك نهائيا كيفية نزول الشعر اختي انا كنشارك معك لاغوستات من ابسط الطرق يعني باسهلها الحمد لله كيفية تديري كل شي نشاركو معكم لانه لا فيديو فاش كنحطو لكم كنكون انا اول متفري جخص نينفهم ونعرف لاغوستات بالتالي لا عجبتني انا عرار طويض الحال غتعجب المتتبعات الغزالة الوريدة تديري الحمد لله فكي ما قلت لكم معجول الاسنان غزالتي كيخدر المنطقة وفاش كيتم تخدير المنطقة كيما قلت لكم كيسهل عليك تفركي الشعر بكل سهولة وما تحسيش ان شاء الله ولو بنقطة ألم فهذا هو الدور دي المعجول الاسنان لانه بزاف اللي بنات تيقولوا لي شنو الدور دياله في الوصفات اللي كتبقتها جي معنا ديال ازالة شعر الزائد اختي هذا هو الدور ديال معجول الاسنان ومن الاحسن ديالي اللو الابيض لانه الالوان الاخرى الاخضار الحمار وصفر وإلى آخره من الالوان وقدروا يسببوا ليك حساسية لك كان عندك مشاكل مع الالوان ديال معجول الاسنان فمن الاحسن تفدي جميع الالوان وديلي دائمًا معجول الاسنان باللون الابيض من يتبيه الطبقية على البشرة الجسم ديالك والوجهة ديالك دابا غادي نحركو مزيان مزيان حركي مزيان علاش باش يتجنسو دوك المقادر حركي يا أختي وعاودي حركي تتأكديم لغوصات ديالك يعني راسب حد ناطجة واجدها هي بعدها كتولي كريمية شوفوا كتولي بيضة بياضة تلج وكتولي كريمية البنات من بعد ما غا تولي ليك في حال هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا في الفيديو شفتو حلقية ما عليك إلا تطبيقها على البلاسة اللي فيها الشعر أنا غا نطبق معاك أختي تبعي معاك ها أنتي أختي مثلا أنا عندي فيديو كديرها بحلقية كدهنيها مزيان مزيان تكديم لأنه جميع البلايس يعني وزعتي عليهم الوصفة ولا طبقتها عليهم من بعد غادي تخليوها تلاتين دقيقة الساعة حتى تيبسوا تنشف مني تنشف والتيبس عاد من بعد فركيها تجاهها قارب ساعة أولا شوف انتي كيفاش ينود لك الشعر فغا تضيلي العكس دياله وغادي تزولي الشعر غي بالفرك فهمتو تمشي وجي بيدك غادي يزول الشعر وغير بالمهل ولا غاوسيتر ما غا تحسيش بنقطة ألم لأنه فيها معجول الأسنان ومعجول الأسنان كما قلناك يخدر المنطقة تحسيش فاش كي بغي يطير ذاك الشعر من جدر بديال لابو ما غا تحسيش بيه ومني تكملي غسلي لابو ديالك بصحة وراحة دوز يخدي الوصفة الثانية ديال الملحة والفازلين تبقيها على البلاسة اللي زولتي منها الشعر بهالطريقة هادي دهنيها في حلقية خليها خمسة دقيق بالحساب ومن بعد غسليها أرتبي لابو بصحة وراحة هادي الشي اللي كي نختي هادي هي الوصفة هادي هي الإزالة الشعر الزائد بالملحة والفازلين اللي ماشي غير الإزالة وصافية وإنما الإزالة في هاد الوصفة الكريمية العاقدة حسندكم من ذو كلي بومات خمسة دقايق زائد الوصفة المعجيزة اللي كيم موقف نقول لكم ديما كتمنع الشعر ما كتبقاش تخليه نهائيا حتى وإن كنتي مشعرة وبالاكتيرة غتعوديها جوشت المرات والشعر ما غايبقاش ينود باتاتا وغلتقول لي إن شاء الله صلعة فبصحتكم وراحتكم ولكن عافاكم ما تنسوناش من اللايك دعوات ديالكم في التحت في الكومنتر وعافاكم اشتركوا 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 في القناة باش هكدا دائما تبقاوا متبعين كل ما هو جديد وكل ما هو زوين وكل ما هو مفيد وانطلقى معاكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة بسلام عليكم وخليوا لينا تعليقات ديالكم كيف اشجتكم الوصفن طبيعي الحال